في هذا الفيديو سنقدم لكم طريقة الحذر وفك الحذر وكل المعلومات المتعلقة بالحذر في الانستجرام تابع معنا مرحبا بكم من جديد ربما يزعجك شخص أو أي حساب موجود على انستجرام فيوجد عندك عدة حلول ومنها حذر هذا الشخص وطريقة حذر أي شخص في انستجرام تكون من خلال الدخول للانستجرام طبعا يمكنك حذر أي شخص حتى لو كان غير صديق عندك يعني لا يتابعك ولا تتابعه فمثلا نريد حذر هذا الشخص نضغط على حسابه ونضغط على الثلاث نقاط الموجودة بالأعلى ونختار من هنا حذر وهنا يقول لك أنه لن يتمكن هذا الحساب من إرسال لك الرسائل أو العثور عليك أو مشاهدة منشوراتك وأيضا سيتم حذف كل التعليقات ولن يعرف أنك قمت بحذره يعني لن يصل إشعار يقول له أن فلان حذرك والجديد هنا أنه يوجد كما نلاحظ خياران تم إضافة الخيار الأول من جديد وهو حذر هذا الحساب والحسابات الجديدة التي يقوم بإنشاءها أو الخيار الثاني حذر الحساب هذا فقط طبعا اختار المناسب لك أنا سأختار أي منهم لأنه ما في اختلاف كبير وبعدها اضغط على حذر طبعا تم حذر هذا الشخص ولكن لم ننتهي بعد لأنه ربما تريد بعد عدة أيام أو بعد وقت قصير فك الحذر عن هذا الشخص أو مشاهدة قائمة الأشخاص المحذورين فلعمل ذلك عليك الضغط على صورتك الشخصية الموجودة بالأسفل والضغط على الشرطات الثلاثة الموجودة بالأعلى كما نشاهد في الفيديو ومن هنا تدخل للإعدادات وبعدها من هنا تضغط على الخصوصية ومن هذه الصفحة في الأسفل ستجد أيقونة باسم الحسابات المحذورة اضغط عليها ستظهر لك هذه الصفحة وفيها كل الحسابات المحذورة ولكن أنا ما حذرت إلا هذا الحساب للشرح والتوضيح ولفك أو إلغاء الحذر عن أي حساب منهم عليك الضغط على أيقونة إلغاء الحذر هذه الأيقونة الجانبية طبعا بعد أن تفك الحذر عنه سيتمكن من مراسلتك ولكن عليك العلم أنه لن يتم إبلاغه أن قد ألغيت عنه الحذر وبعدها بتأكد العملية بالضغط على إلغاء الحذر لتعرف كل شيء عن إنسجرام شاهدة الفيديو اللي تظهر على الشاشة ولتعرف أكثر عن التطبيقات تشترك في قناة كيف على اليوتيوب وفعل الجرس ليصلك كل يوم فيديو جديد من قناة كيف على اليوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته